أثابكم الله يقول السائل هل تصح الصلاة خلف إمام قبوري لم تقم عليه الحجة الحجة يا أخي قائمة منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم والحجة قائمة لا سيما على الذين يدعون الإسلام الحجة قائمة عليهم لأنهم يقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث وينتسبون إلى الإسلام والإسلام يحرم عبادة القبور القرآن يحرم الشرك بجميع أنواع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم البناء على القبور وتحرم الدعاء عند القبور تحرم الصلاة عند القبور هذا واضح في الإسلام ما يخفى لا سيما على الذي يدعي أنه مسلم أو ربما يكون من العلماء ربما يكون عالما لكنهم من علماء الضلال الحجة قائمة منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا قَدْ بَعَثَ اللَّهُ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم وبين للناس وأقام الحجة على جميع الناس نعم فكيف يدعي أنه مسلم وهو يعبد القبور هذا سبحان الله الإسلام في ناحية وهو في ناحية أخرى بعيدة عن الإسلام ترجمة نانسي قنقر